بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآهل محمد أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي أبا عبد الله الحسين زيارة عني ونيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان عليه السلام وعو والدي ووالد والدي أخوتي واخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص من قلدنا الدعاء والزيار طاعة قربة إلى الله تعالى إذا شئت النجاة فزر حسين عين غدا تلقى الإله قرير عين فإن النار ليس تمس جسمان عليه غضار زوار الحسين وكأني بأم المصائب زينا تخاطب أخيها أبا عبد الله الحسين عليه السلام يحسين بحشي لك ونبشاماتي بعيد يحسين بحشي لك ونبشاماتي بعيد والحسرة تملكني ودمع العين تبديد مبروك يا أخوي على الشباك الجديد مبروك تستاهل قليل بحقك المال لكن بقلك يا خليص وثمر عمري هذا أنت زوارك ملايين أنت تدري بسرتك دعاين يا أخوي أشنان قبري ما غير وحش البرل فبعن صاف لليام جن يا نور العين علي الدنيا هدور هلال 11 عوات بعد ذبحك بعان شرور وحش الظلام ولولي عندي يا مبرور ما خاف غيرهم بيسبوني هلنذار وكأني بالإمام الحسين يجيبها رحميني أختي فاطر قلابي ونينيج أدري عن الحلبيت عسى ربي يعينيج لو بيدي أختي ما أحد يوصل عرينيج ولمع الزوار أجوي وأسوي زلزال كان انت يا زينب ورى الشباب أشلا باس كان انت يا زينب ورى الشباب أشلا باس وين أقدر أحضر لك وانا جثت بلا راس وين انهضر جسمي من خيول العدن داس وين دل دربي وراسي فوق عسى وكأني بالزهراء عليها السلام تخاطبه بس كوم ينور العين من ذكر المصاير قلب شطر شطرين وتدرب قلبي ذاية من وكزة المسمار ومن حاول الحباية بس كوم درحموني كفاية ذكر الأهوال كان انت يا زينب ورى الشباب وكان انت يا حسيني جسد نحريت وارى أنا انظر وحالي بلا قبة ومنارة مثلي بعد ما صار وحدة بأول وتال السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزغرى السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ابن فاطمة الزغرى السلام عليك يا ابن فاطمة الزغرى السلام عليك يا ابن ثاره السلام عليك يا ابن فاطمة الزغرى 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 لم تنجسك الجاهلية بأنجها صغا ولم تلبسك من مدلهم ما تفيع بغا وأشهد أن لك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أن لك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من وردك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله ألي بكم مؤمن وبإيابكم موقين بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سيل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت العزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والآب فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت زيارتك وأتيت بقلبي إلى مشهدي أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين